اشتركوا في القناة السؤال من شريحتين شريحة خليجية وشريحة مصرية الشريحة الخليجية بتقول هو انت ليه بتتكلم في اللي يخصنا ما تخليك في بلدك احسن وبايد عننا المصريين بيقولوا هو انت ليه بتتكلم للخليجيين ما تخليك معانا في مصر طالما ان هم مش عجبهم كلامك السؤال التاني محمد انديل بيقول انه غير ممول وانه ما بياخدش فلوس من حد وفي نفس الوقت فاتح حساب باترون وبيتلقى الدعم عليه هو ده مش تناقض السؤال السؤال التالت بيقول ليه محمد انديل دايما لما بيتكلم بيتكلم بصيغة الجامعة ولي دايما بيحاول يحسسنا او يفاهمنا انه زعيم مشروع التصدي للاعداء وانه حامي حمل اوطار العربية السؤال الرابع بيقول محمد انديل امتى حينقلب على السعودية والامارات ويؤيد قطر السؤال الخامس بيقول ايه هي خلفية محمد انديل التعليمية والثقافية وكان بيشتغل ايه قبل ما يطلع على اليوتيوب او وهو بيطلع على اليوتيوب خلونا نجاوب الاسئلة دي كلها مرة واحدة واللي عنده اسئلة تانية يقدر يحطها في تعليقات وممكن كل فترة اعمل حلقة من نفس النواية دي اول حاجة بالنسبة للناس اللي بتقول لي ما تتكلمش في الشأن الخليجي سواء مصريين او خليجيين الشأن الخليجي هو شأن عربي وامن مصر القومي بيبدأ من الخليج ومصر عضوة في دول التحالف العربي يعني بالتالي انا كشخص مسلم سني عربي مصري لازم اهتم بشؤون اهلي واخواني في كل الدول العربية والاسلامية وبعدين مش الخليج بس اللي بتتكلم عنه يعني انا كنت بتتكلم على الخليج بصورة اكبر نتيجة للهجمات الاعلامية الشرسة اللي بيتعرضوا لها بالاضافة لمصر فانا برضو قبل كده اتكلمت على المغرب وتكلمت على الجزائر وتكلمت على السودان وتكلمت على العراق وتكلمت عن سوريا وتكلمنا عن لبنان تقريبا اتكلمنا عن كل الدول العربية لان كل الدول العربية هي مجرد اسماء لشعب واحد اسمه الشعب العربي الكبير دي وجهة نظر الخاصة واللي مؤمن بيها واللي بناء عليها بشكل جمعي مش بشكل منفرد. فبالتالي ما ينفعش ابدا ان انا نسالخ من عربتي واتكلم بس في الشأن المصري. ده بالاضافة ان انا قلت قبل كده انه لما انا كمصري يحصل موقف او يحصل هجوم على دولة زي المملكة العربية السعودية وانا دافع عنها فبالتالي بيبان للناس اللي بتغائب من بره ان الشأن السعودي فيه ناس مهتمين بيه من بره السعودية. وفيه ناس بيدافعوا عنه من بره السعودية لان هم شايفين ان السعودية مظلومة في النقطة دي. نفس الحال بالنسبة لمصر. لما انا بتكلم على مصر فانا ادفعي عن مصر مجروح لاني مصري. بينما لما يكون حد من السعودية او من الامارات او من البحرين او من اي بلد تانية يتصدى للدفاع عن موقف معين فاشهدته موثقة وقوية. لانه راجل مش مصري. عندنا مثلا في مصري بيقولك مين يشهد للعروسة. طبيعي انا كمصري لازم ادفع عن مصر في اي موقف. ولازم اقف مع مصر ظالمة او مظلومة. فلما تكون مصر في موقف دفاع. وبالاضافة للاخوة المصريين اللي بيطلعوا يتكلموا. يطلع اخوة من دول تانية يتكلموا ويدافوا عن مصر. ده بيدي قوة لجد. علشان كده انا دايما بحط كتفي في كتف اخواتي في الامارات وفي السعودية وبساعدهم زي ما هم بيساعدون. سواء الاصدقاء دول كان لي علاقة بيهم علاقة صداقة او مليش. القصة هي قصة وطن. مش قصة احنا صحاب فانا حاجم لك النهاردة وتكلم عن بلدك وانت تجملني وتتكلم عن بلدي. ده بالنسبة للاخوة الخليجيين. الاخوة المصريين اللي بيقولوا لي الناس دي بتغلط فيك وبتشتمك فباليش تتكلم عن بلدهم? احب اقولكو حاجة. اولا الناس اللي بتغلط في في التعليقات? عددهم صغير الحمد لله. وبالتالي فهم حاجة من اتنين. اما انهم بالفعل اشخاص حيائيين وعددهم صغير زي ما هم بين من التعليقات او ان هم ذباب الكتروني قطري عايزين يفرقونا كلنا من بعض. المصري يبقى في مصر والسعودي في السعودية والامارات في الامارات. فبناءا عليه ونظرا لأقلية اعدادهم منفعش ان انا مش وراها واسيب غاية الاغلبية. اتعقدت الاجتيمة او اتعقدت الاسباب او التعليقات بتهاجمني. انا على فكرة ما بحزفش تعليقات انا بسيب التعليقات كلها زي ما هي. مش علشان انا فرحان بالتعليقات اللي بتشتمني او علشان عايز اسيب الناس ترد على الناس فتاخد حقي. لا القصة مش كده. القصة ان انا لو حزفت التعليقات اللي بتسيق لي فبالتالي ده هيبقى ملحوظ. وهيتعرف ان محمد انديل بيحزف التعليقات. فبالتالي محمد انديل عنده تعليقات اكتر بتهاجمه فهو بيحزفها. لكن انا لما بسيبها كلها زي ما هي بسيبها لمجرد ان الناس اللي بتحب تعرف وتقيس تعرف نسبة التعليقات اللي بتشتمني واللي بتهاجمني وصاد عدد التعليقات اللي بتتكلم معي باجابية. فبالتالي بيبانوا ان هما اقلية بالفعل وفي الغالب بيكونوا زباب الاترون. فمش علشان دول هبيع القضية. مش علشان العدد التافه ده هزعل العدد الكبير من الاصدقاء اللي بيثق في محمد انديل وبيحب طرحه وبيتابع طرحه. فبناء عليه. مش هقدر ان انا متكلمش على الشيء ده العربي ككل. السؤال التاني ان محمد انديل مش ممول وفي نفس الوقت حاطت توابط الموقع باتريون وبيتلقى الدعم. الناس اللي معي من بداية انشاء القناة فاكريه لما كنت بطلع بث لايف وكنت بتكلم كان في كتير من الاصدقاء بيعرضوا علي الدعم المباشر. وانا كنت برفض. بعد فترة الموضوع ده انتقل من الشات بتاع البث المباشر لاني توقفت عنه لمحادثات خاصة ما بيني وما بينهم. قلترهم لا السبب اين? اول سبب انه الفيديوهات اللي انا بنتجها غير مكلفة بالمرة. فانا اللي بكتب الاسكريبت وانا اللي بصوره وانا اللي بعمله المونتاج وانا اللي بغفعه. مفيش اي حد معي بياخد مرتبات. بالنسبة للفيديوهات اللي انا بعملها. الحاجة التانية اللي ممكن تحتاج فروس هي معدات التصوير. ومعدات التصوير انا بالفعل جتها وعندي خلاص. فحاخد فروس اعمل بها ايه? مفيش بقى ان انا اخد فروس حصرف منها. فبالتالي مرفوض. فبعد فترة في ناس بدأت تتكلم انه الفيديوهات بتاعتك مشاهداتها مش عالية. واحنا محتاجين ان احنا نوصلها لرقم كبير من الناس. فحاول تقبل الدعم. فقلت لهم انا مش عايز دعم. فيديوهاتي لو فيها رسالة المتابعين قادرين ان هم يوصلوها. كلام جاب كلام والموضوع على مدى مسلا اسابيع ولا حاجة. قالوا طيب ما تقبل الدعم وترويج بيه الفيديوهاتك من خلال يوتيوب بحيث ان هي توصل لعدد كبير. وفقت وما وفقتش. وفقت على مبدأ الدعم لترويج الفيديوهات ولكن رفضته على المستوى الشخصي. فانا اتحدى اي شخص على مستوى العالم يقول لي انا اديت لمحمد انديل مبلغ قد كده بصفة شخصية او حول لحسابه او بعتهم له من خلال تحويل بنكي او اي ان كان. تحويل شخصي مرفوض. بعد ما فكرت قلت له طيب انا هفتح باب الدعم من خلال موقع باتريون. بحيث انه اي ملين بيتدفع اي حد بيقدر يدخل الموقع بيعرف الراجل ده بياخد دعم قد اي شهريا. لكن قسما بالله قسما بالله قسما بالله ما فيه اي حد دين جنيه بصفة شخصية. فاهمين? الحاجة التانية انه من يوم مفتحت موقع باتريون لحد النهاردة اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ما خدت منه سنت واحد ولا استخدمت سنت واحد ولا في ترويج ولا في اي حاجة تانية. ليه? مش تكبورا ولا ان انا فتحته طب انت فتحته ليه? انا فتحته لما اقتنعت بضرورة الترويج للفيديوهات بتاعتي. ولكن علشان اعمل ترويج فانا محتاج اعمل حملة كبيرة نوعا ما. تستقطب عدد. محتاج ان انا عمل حملة على الاقل لتستهدف مليون مشاهدة في يوم. على اساس ان المليون مشاهدة دول بالضرورة هيكون فيه من ضمنهم من 10 الى 20 في من المعسكر الاخر اللي ضدنا. فبالتالي لما يدخل لنا من 100 الف الى 200 الف من المعسكر التالي. بالتالي بنستهدف من خمس تلاف لعشر تلاف. ممكن الفيديو اللي احنا هنروجه يحاول يرير في مخهم شوية فيبدأوا يفكروا من جديد ويعيدوا تفكيرهم في المواقف اللي هم واخدنا. والحد دلوقتي لسه المبلغ اللي في باتريون ما يقدرش يعمل مليون مشاهدة. فانا مستني لما يعمل مليون مشاهدة ان شاء الله وحتلاقيني غوّقت على طول. لو انتو شايفين ان ده تمويل يا غد تقولي في التعليقات. السؤال الثالث. ليه محمد انديل دايما لما بيتكلم بيقول احنا. ليه دايما بيتكلم بصيرة الجامعة. وليه دايما بيحاول يحسسنا ان هو وقائد فريق الدفاع وقائد فريق الصد. بص يا سيدي. انا اسكندران. وللاسف الاسكندرانية لما بيتكلمه دايما بيتكلمه بصيرة الجامعة. فتلاقيني حاجة انا متعود عليها غصب عني. فانا لما بقول احنا انا بتكلم عن نفسي. او بتكلم علي انا وفريق اعرب بلاص. لاننا كلنا من نفس التوجه. ناس بتقول محمد انديل بيدور على شباب علشان يقودهم. المجموعة اللي في عرب بلاص اللي هم لحد دلوقتي تلاتة بالاضافة ليا. وان شاء الله هنزودهم لسبعة. تقدروا تكلموهم في قنواتهم وتسألوهم. هل محمد انديل بيفرض عليكم نوعية الفيديوهات اللي لوها. هل بيتدخل في المحتوى وبيقول لكم اتكلموا عن كزا وما تتكلموش عن كزا وخدوا الاتجاه الفلاني ومتاخدوش الاتجاه الفلاني. الناس دي موجودة وليها قنوات خاصة ولا حسابات تواصل اجتماعي خاصة تقدروا تكلموه وتسألوه في الموضوع ده. احنا بنشتغل كافر يعمل. وكلنا من البداية خالص عندنا وجهة النظر الوحدة. ورؤية موحدة للاحداث اللي بتحصل ما بيننا. فانا لما بقول احنا وبقصدهم فانا بقصد اصدقائي المصريين اللي شغلين معايا في قناة عرب بلس. لما بتكلم عن اصدقائي العرب اللي في مبيني وما بينهم تواصل زي استاذ رعد الشلال زي استاذ عزام الخديدي زي استاذ طلالي بن ثنيان زي استاذ يوسف علونا. فانا بتكلم عليهم وبقول اسميهم بالاسم. مفيش بيننا غير تواصل والله الحلقة اللي فاتت كانت حلوة والله الحلقة اللي فاتت كانت مميزة. وعلى فكرة في معلومة انت قلتها غلط وعلى فكرة انا بختلف معك في النقطة الفرنية كلنا بنقول كده البعض. ولكن مش زي ما حد حابب انه يصور لناس ان احنا بنشتغل كاتيم وارك وكاسكريبت واحد بيجي لنا وبنشتغل فيه مع بعض. زي ما انتو شايفين قنواتنا كلها شغالة بمجهودات بدئية وب انظمة عادية جدا مجرد كاميرا وواحد قاعد بيتكلم. اللي زيت شوية فينا حاطت واحدة اضاءة مثلا. فالموضوع بسيط ومش ممنهج ومش ممول ومش مخطط له. فلا لما بقول احنا مش بقصود ابدا العظام اللي كلهم اسات زيتي. اللي انا اعتبر اخر واحد انضم اليوتيوب فيهم. كلهم اسات زيتي وكلهم على العانو والقوص فما ينفعش ابدا ان انا اقول على نفسي ان انا قائد بالنسبة لاستاذ زي يوسف علونة. بالنسبة لاستاذ زي غعد الشلال. بالنسبة لاستاذ زي عزام الخديدي. ما ينفعش. ما ينفعش. الناس دي اقدم مني واقدر مني. وانا لما بتكلم مع احد فيهم بقول له يا استاذي. لانهما فيهم ناس اعلاميين بالفعل. فيهم ناس متماغسين. فمش انا. اللي جاي اخر واحد فيهم. وبتعلم منهم هقول ان انا بقود الدفاع. والقصة كلها مش دفاع. وانا قلت في تغريدة قبل كده ان بلدنا. فيها القادة. وفيها رجال الحكم اللي قادرين يحموا بلدنا من كل شاردة واردة. احنا بس دورنا ان احنا بنطلع على السوشيال ميديا. نعرف الناس بعض الحاجات اللي ممكن ما يكونوش عرفوها. لان للأسف الاعلام العربي مش بيوصل كل المعلومات. ولان للأسف الاعلام العربي مش بيتصدى لكل الهجمات اللي تبقى ضدنا. احيانا المواطن العربي بيكون مستني رد على اهانة من شخص ما في المعسكر التاني لنا. او على اتهام. فده بيلاقي عندنا بناء المتنفس ده عندنا. خليني. هنا ما اقدرش اقول عندي طبعا لان مش هنا الواحد اللي بعمل كده. فاسمحوا ليتكلم هنا بصورة الجامعة. ده دورنا بس. لكن دورنا على الارض وفي الواقع مالوش ايمة على مستوى الدولة. ولكن له ايمة على مستوى محدود بالنسبة للناس اللي مهتمة بشؤون بلدها. واللي بيعز عليها قوي انه واحد يطلع زي معتزمات ريشتهم في مصر. او يتهم مصر اتهام او يعرض حاجة بالكذب وما حدش يرد عليه. بيعز على الناس قوي ان يطلع واحد زي جمال غيان يكتب تغريدة ما لهاش اي تلاتين لازمة. غير انه يزنق المتابع بتاعه في انه يوجه اتهام لدول التحالف العربي. لما احنا بنرد عليهم الناس بتنبسط. فبالتالي هو ده دورنا. دورنا مش ابدا ان احنا بندافع على قبلتنا. احنا اقلب كتير قوي. من الجندي اللي موجود في الحد الجنوبي. ومن الجندي اللي موجود في سينة. فانا لما بتكلم بصيرة الجامعة انا اسف. دي حاجة عفوية. لو حد فيكو حس ان انا برسم نفسي. كقائد او كليدر لمجموعة. فانا اسف جدا المعلومة خطأ. مش حقيقية. ولما بتكلم مش بتكلم اللي باسم نفسي بس. ويا ريت تسمحوني لو كنت غلطت. وظهر من كلامي اللي بيقول الكلام ده. السؤال الرابع. امتى محمد انديل? ينقلب على دول التحالف ويقايد قطر. محمد انديل مصري. يعني مش اماراتي ومش سعودي. يعني ولاقه مش مضمون. طيب. اولا انا مصري. ومصر دولة من ضمن دول التحالف. وما اعتقدش. ان انا ممكن في يوم. وانا مصري. وبقايد مصر. هنقلب على السعودية والامارات وايد قطر. مش كده ولا انا غلطان. طيب. النقطة التانية. ازا لا قدر الله التحالف انفض. وحصل خلاف ما بين مصر والسعودية او مصر والامارات. ايه اللي يضمن للسعودية او الامارات او للشعب السعودي والاماراتي ان انا ما انقلبش عليهم. الاحداث السابقة بتقول كده. بتقول ان محمد انديل لما كان فيه مناوشات. من فترة ما بين مصر والسعودية ما انجرفش للمناوشات دي. وكان بيعترض على الاعلام المصري بيقوله. كلنا فاكرين اللي حصلوا ومش عايزين نرجع له. انا مش بهتم بالشأن السعودي او الاماراتي بس. لان هم حلفاء بلدي. ولكن السعودية في المقام الاول هي قبلة المسلمين. فبالتالي لازم اهتمل شأنها. الامارات ده والليها معز قصة في قلبي. يمكن لاني زورتها. هتقلب عليهم او ما تقلبش عليهم. خدوها مني كلمة وياريت. حد ياخد المقطع ده ويحتفظ بيه. علشان لما يجي يوم لقدر الله. والشيطان اللي عفد ماري. وانضمن المعسكر الاخر. افضحوني بيه. انا مسلم. سني. عربي. مصري. عربي قبل مصري. عربي يعني كل الدول دولي. حتى قطر. لحد ربنا ما ينصر اهلها ويتخلصهم من نظام الحمرين. واحيانا في اخر كل فيديو بقول تحيا الامة العربية وتحيا قطر ويسقط حكام قطر. ما اخلافتي مع الحكومة القطرية. فقصة ان محمد هيوح لقطر ويمستاني فلوس تتعرض عليه. عايز اقول لك انه القنوات اللي بتشتغل لحساب قطر بيتم دعمها من اول يوم. ولو انا كنت عايزة اعمل كده كنت اخترت الاختيار ده من الاول. لكن انا مش بعمل كده عشان فلوس. انا بعمل كده علشان قضية وطنية. حتى ولو مصر مش من دول التحالف. حتى ولو مصر من دول الحياد. في ناس من دول الحياد بتدافع عن السعودية وبتدافع عن الامارات زيهم زي السعوديين. ومش عايز ازكر اسامي عشان محدش يزعل مني لان الاسامي كتير واكيد حنسة اسمع. الاهم من كده انه محمد انديل مش مصري ممكن يقلب علينا. بتزعلش مني. في ناس سعوديين ضد السعوديين. المسعر. العودة. سكانة المشخص غيرهم كتير. الحب. والانتماء. مش بالجنسية. في ناس انا بتابعهم على تويتر وعلى يوتيوب. قسم من بالله من برد دول التحالف نهائي. وادفعهم عن السعودية مستميت. وادفعهم عن الامارات مستميت. وادفعهم عن مصر مستميت. ولا بياخدوا جنيه. ولا من السنين ياخدوا جنيه. الدنيا مش كلها فلوس يا جماعة. السؤال الخامس والاخير. ايه خلفية محمد انديل التعليمية والثقافية. وبيشتغل ايه? علشان يطلع ينظر علينا ويعمل نفسه انه هو فاهم في كل حاجة. بص يا سيدي. ان انا اقدم لك السيفي بتاعي. فده امر سهل جدا. واللي امتبعني من حوالي 8 شهور. فانا تقريبا قدمت السيفي بتاعي. ومش هقدمه تاني. مش تعالي ولا تكبر ولا غرور. ولكن. لان انا هنا بقدم محتوى. بيخاطب العقل. فاما انك تتقبل المحتوى ده او ترفضه. خلفية التعليمية والثقافية وبشتغل ايه? مش هتأثر عليك في اختيار ان انت تقتنع بكلامي او ترفض. انا ممكن اطلع قدم لك سيفي محترم قوي ومش بالبق بالاورق. بس انت هتستفاد ايه من ده? يعني مين فينا سأل? هو لاري كينج خيري ايه? هو اوبرا وينفري خيريجة ايه? طب هي كان بتشتغل ايه قبل ما تشتغل مزيعة? طب هي عندها كما عيل? طب هي سكنة فين? طب هي عربيتها موديلها ايه? مين هي هتم بالكلام ده? ما احترامي ده الاسات زا كبار قوي 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 يعني انا مش بقارن نفس بيهم ولا بحط نفسي جنبهم. واخد بالك بس هو الشيء وبالشيء ايه اذكر? حضرتك هتستفاد ايه لما تعرف انا خريج كلية ايه? وقسم ايه? وكنت باشتغل ايه? وميتجوز ايه? وعيالي اسميهم ايه? وفي مدارس ايه? وبيوحو فين? وبيجو من ايه? لو الموضوع مهم ما عندش مشاكل انا اقول. فانا مش بدور على شغل عشان اقدم السيفي بتاعي واقول يا جماعة اشغلوني. بشوف تعليقات ان محمد انديل بينتقد الاعلام العربي عشان الاعلام العربي يقول له تعالى انت اللي هتنقذنا تعالى اشتغل في القناة كذا ولا في قناة كذا ولا في قناة كذا? لا. 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 قصة مش كدة. لو انا عايز اشتغل في قناة كذا ولا في قناة كذا ولا في قناة كذا انا هتطلع بقى السيفي بتاعي يقول والله يا جماعة انا خيقيت كذا 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 ومؤهلاتي كذا. واشتغلت كذا وادرت كذا وامتلكت شرقت كذا. انا راجل موجود في يوتيوب. جات لي بعض العروض من قناة او من اتنين ان انا اشتغل فيها. ولكن للاسف بالنظام اللي كان هيتعامل مكنش ينفع. يعني انا لما اطلع على يوتيوب. واشتغل بامكانياتي المحدودة دي. وطلع الشغل بالشكل ده. فدي حاجة اعتقد انها مقبولة. بينما لما اطلع على شاشة التلفزيون. وقدم المحتوى بنفس الامكانيات. كل القصة ان انا خدت مغتب من القناة دي. لا شكرا. انا يوم اروح قناة اشتغل فيها. فيشتغل بامكانيات قناة يخليني في اليوتيوب احسن. حتى ولو مش هشتغل بفلوس. بس ديني بقى. ديني اعداد. اديني تقارير. اديني اللقطات اللي اطلبها. اديني المشاهد اللي انا عايزها. اديني منتج احترافي. اديني استوديو. منفصل. مش تقولي صور عندك في البيت وبعتلي الفيديو. اسف. ولما تقالي. طب نعرض الفيديوات بتاعتك. اعرضوا. لكن انا مش هشتغل لك فيديو مخصوصي. اتحط عليه لوجو القناة. بالشكل البداية اللي انا شغال بي ده. مش هفرح انا اخر الشهر بالفلوس اللي هتدهاني. يا اما اظهر على قناة تليفزيونية بشكل احترافي. يا خليني قاعد هنا احسن زي الفن. انا هنا صوتي بيوصل وهناك صوتي بيوصل. فلما صوتي بيوصل هنا. افضل الف مرة من انه يوصل بنفس الشكل ده على قناة تليفزيونية. لان هناك هتبقى اخسارة للقناة واخسارة لايه? مش كده ولا انا غلطان. منتظر عقد من قناة تليفزيونية? ما عنديش اي منع. ما عنديش اي منع اطلاقا. بس زي ما قلت. الاساس مش الفلوس. الاساس طريقة تقديم المحتوى وطريقة اعداده. لو وصلني عقد من قناة تتبنى انتاج محتوى بشكل محترم. فورا. حتى لو مش هاخد فلوس. الكلام ده انا بقوله وسجلوه علي. حتى ولو مش هاخد فلوس. ارجو ان انا ميقولش طولت عليكم. انا عارف ان الكام دي اللي فاتوا دول ده اي اقضاعة ملاش اي قيمة وملاش اي لازمة. بس كان لازم ان احنا نرد على الاصدقاء لاحترامي لكل تعليق بيتكتب على كل فيديو من فيديوهاتي. سواء بيقيد لي او بيعقدني. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة